موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنرجعه النهاردة هو المسلسل القصير وان دافيجن دي مش مراجعة الحلقة الاخيرة دي مراجعة الموسم ككل بتقييم وكل حاجة وهحاول اراعي فيها عدم الحرق وان كان الموضوع صعب هو الموضوع بيكون صعب دايما في مراجعة اي مسلسل لاني لو اكتفيت باللي ظهر في التريلر مش حلاقي حاجات كفاية اتكلم عنها ثم احنا بنتكلم عن انهي تريلر اصلا فاللي حيحصل في الحلقة دي هو اني حسيب الموضوع لضميري يعني حراعي عدم الخوض في اي تفاصيل ممكن تفسد تجربة المشاهدة من وجهة نظري ومسلسل وان دافيجن هو المسلسل الاول من انتاج مارفل ستوديوز بعكس المسلسلات اللي اتخدت قبل كده عن الكوميك بوكس ودي كانت من انتاج مارفل تيليفجن المرات دي احنا جوه المارفل سينماتيك يونيفرس واللي حصل في الافلام اللي سبقت المسلسل كل لها مهم وتجربة مشاهدة المسلسل بدون دراية كافية بكل اللي حصل في الافلام في تقدير الشخصي ماينفعش احداث المسلسل بتنتلق في بلد صغيرة اسمها وست فيو بيعيش فيها واندا وفيجن كازوجين وبنشوف قصتهم في اجواء تشبه السيدكم بتاعت الخمسينات ومع تقدم الاحداث بتبتدي الاجواء تتغير من السيدكم بتاعت الخمسينات للسيدكم بتاعت الستينات للسيدكم بتاعت السبعينات وهكذا ولكن مع تطور الاحداث وتغير الاجواء التلفزيونية ديت دايما بنلاحظ ان فيه شيء غريب والشيء الغريب ده هو ان الاحداث دي كلها بتدور في واقع موازي في حق لطاقة لا يخضع لاحكام الواقع ويخضع فقط لاجواء الحقبة الزمنية اللي بنختبرها تلفزيونيا وده بيثير اهتمام جهات تحقيق مختلفة اللي بيحاولوا يكتشفوا ايه اللي بيحصل بالضبط ومين المتسبب فيه خصوصا وان بعض مفردات العالم ده بدأت تخرج عن السيطرة فيا ترى ايه اللي حيحصل انا اول ما سمعت عن المسلسل ده ما كنتش متفائل حسيت انها لعبكة زيادة في العالم السينمائي ومحاولة حلبة حتى ما اقدرش اقول عليها مبتكرة بس من حظ المسلسل انه لما عرضه بدأ ما كانش فيه اي حاجة تانية تتشاف فما كانش قدامي غير اني اديله فرصة واعتقد انه استثمر الفرصة دي كويس واعتقد ان من اسرار الاستثمار ده هو تبني شكل المسلسل القصير لانه بيسهل على المشاهد قرار المتابعة بانه بيكون عارف انه هم كم حلقة والموضوع هيخلص ولو اثار عندك شوية عناصر غموض بيبقى صعب عليك انك توقف المشاهدة من قبل ما تعرف الموضوع هيخلص على ايه وطبعا احنا جوه عالم مارفل اللي مليان شخصيات ومليان حكايات ومليان مفاجآت ومليان الفة مسبقة ما بين الاجواء بتاعته وما بين المشاهد وكل ده رغم ان المسلسل بدأ بشكل غريب شكل الاجواء التلفزيونية الكوميديا اللي بنتكلم عليها دي والحقيقة انا كنت مفصول بشكل كبير في الحلقة الاولى والتانية لانهم كانوا بيتبنوا الاجواء التلفزيونية بالكامل وعناصر الغربة اللي فيهم في تقدير الشخصي ما كانتش كفاية عشان المشاهد يبتدي يفكر ويطلع بنظريات بس مع الحلقة التالتة والربعة المسلسل عمل قفازات جريئة وضحت بشكل كبير قوي ايه اللي بيحصل وازالت قدر كبير جدا من الغموض لدرجة ابتديت انا شخصيا احس معاها بالقلق اللي هو لو عنصر الغموض انسحب بالكامل تقريبا في نص المسلسل هل حيفضل عندي مسببات تخليني افضل اتفرج وبرضو الامتحان ده المسلسل نجح فيه بشكل كبير لانه مع النص التاني من المسلسل طرح موجة جديدة من الغموض ودفع جديدة من المفاجآت مفاجآت فعالة بشكل مطلق ومفاجآت عليها ختم مارفل من كل حتة كانت بتنتمي بالكامل في شق الاكشن داخل عالم مارفل مع الانشغال كذلك بتمهيد للي حيحصل بعد كده واللي حيحصل بعد كده ده فرض علينا شوية تحولات اعتقد انها كانت متسرعة خصوصا في خط الاحداث بتاع فيجن وخط الاحداث بتاع مونيكا رامبو مع عنصر الدراما وعنصر الالفة مع عالم مارفل السينمائي اعتقد ان اهم انجازات المسلسل ده هي التجربة البصرية اللي فرضت نفسها بقوة مع تبني الاجواء التلفزيونية لحقب كوميدية مختلفة ولتصدرت المشهد بالكامل تقريبا في اول حلقتين هنا بنتكلم عن تجربة بصرية بادوات ابداعية كلاسيكية يعني النجم الرئيسي كانت تصوير كانت ديكور كانت الملابس بالاضافة طبعا لطبيعة اداء الممثلين اللي كمان كانت بتختلف من حقبة للتانية بس ده ما يمثلش محاولة هروب لمارفل من ميدان تمييزها الاساسي وهو طبعا ترجمة الخيال اللي موجود في الكوميك بوكس من خلال المؤثرات البصرية وفي عالم مارفل بشكل خاص وفي عالم الترفيه كله بشكل عام فاللي تقدم في المسلسل ده ما كانش صعب ولا اللي ممكن يتقدم في اي فيلم او اي مسلسل بعد كده ممكن يكون صعب التمييز دلوقتي بقى في الافكار والافكار اللي تقدمت في واندا فيجن كانت في ممتهى الروعة واخص بالذكر تجربة تحول الاشخاص والاشياء ما بين داخل وخارج وست فيو اي حد اشتغل في المؤثرات البصرية يا جماعة عارف كويس جدا ان اللي تقدم ده ما كانش صعب بس كان مؤثر وفعال جدا في تجربة المشاهدة فقط لان الافكار اللي فيه كانت جيدة وليها صلة وثيقة بالتحولات الدرامية داخل الاحداث نفسها الابداعات والابتكارات البصرية دي للأسف غابت بشكل كبير في الحلقة الاخيرة اللي كانت مشبعة بصريا بعناصر ابهار انا ما بحبهاش عناصر الصورة اللي بتلمع وبتبرق اكتر من اللازم وتحس كده انك قربت تشوف الكود اللي كان مكتوب عشان يعمل الحاجات دي وشكل المواجهات المتكررة جدا سواء داخل عالم مارفل او خارجه بس ارجع واقول كويس انها جات على حلقة واحدة لو هي دي العناصر اللي تصدرت تجربة المشاهدة فلازم طبعا مشير لمن تصدر الاداء التمثيلي في المسلسل كله وهي طبعا اليزابت اولسون في دور واندا ماكسيموف ده مسلسلها بالكامل يا جماعة فيجن اصلا في اوقات كتير ما كانش معانا هي صاحبة البصلة في التحولات البصرية للحقب التلفزيونية المختلفة وهي صاحبة الصراع الرئيسي وهي صاحبة القرارات الصعبة وهي اللي تنقلت داخل نطاق تكسيدي واسعة بشكل كبير من اول الشكل المعتاد لها داخل افلام عالم مارفل السينمائي اللي هو جاد قوي وغاضب قوي ومشبع باللكنة التقيلة اللي احنا عارفينها لحد ربط المنزل في كوميديا الخمسينات مرورا بكل حاجة بقى ممكن نتخيلها في النص لو المسلسلات اللي بتتعمل دي من اهدافها اعطاء فرصة للشخصيات اللي ما كان لهاش افلام مستقلة انها تتصدر المشهد شوية فاظن ان واندا ماكسيموف خدت واجبها وزيادة واليزابت اولسن ردت الواجب ده بافضل انطلاقة ممكنة لخط المسلسلات ده كله اداء بول بيتاني جيد جدا وكذلك كاترين هان بس دول ممثلين كبار جدا يا جماعة وكل اللي مروا بيه في المسلسل بالنسبة لامكانياتهم يعتبر تهريج راندل بارك ليه حضور جيد جدا هو وكات دانينغس وللأسف مش حقدر اقول نفس الكلام بخصوص اداء تيونا باريس في دور مونيكا رامبو والصراحة هي ملهاش اي ذنب هي الصراحة الشخصية بتاعتها من اول ما ظهرت وكان واضح ان التحولات بتاعتها مهمة لحاجات تانية مش للمسلسل ده زي ما قلنا كده واندا فيجن يعد انطلاقة رائعة لخط المسلسلات داخل عالم مارفل نجح في تحديات كتيرة كانت صعبة ونجاحه ده ممكن يطمن الناس شوية بخصوص التحديات اللي جاية واهمها هو تحديد الدنيا بعد كده حتتحرك ازاي اللي حصل داخل مسلسل واندا فيجن اعتقد ان صعب جدا تجاهله في كل الاعمال اللي جاية سواء كانت افلام او مسلسلات مين في الدنيا يقدر يحافظ على كل قطع الدومينو دي مين يقدر يحافظ على اهتمام المشاهد انتقالا ما بين كل الافلام دي وكل الحلقات دي في كل المسلسلات دي دي كلها تساؤلات حتتجاوب في وقتها بس اللي يخصنا دلوقتي هو اننا اتفرجنا على حاجة جمدة وتقييمي لمسلسل واندا فيجن هو سبعة ونص من عشرة واضن ان ده تقييم عادل جدا بالنسبة للمسلسل بيتكون من تسع حلقات فقدني تقريبا في تلاتة منهم مناقشة الحلقة هل انتم راضيين عن شكل المسلسلات القصيرة داخل عالم مارفل ولا تحبوا في المستقبل تشوفوا مسلسلات بتتكون من اكتر من موسم ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي اشتركوا في القناة